أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الأولوية في مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة ستكون لتوفير برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق وأشار مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إلى أن الأولوية حاليا هي متابعة توفر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق كما طالب رئيس الوزراء بدراسة مد فترة معارض بيع السلع الغذائية المختلفة والمقامة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم لفترة أطول وذلك دعما للشرائح المختلفة ولحصولهم على كافة متطلباتهم من السلع بالأسعار المناسبة مع عرض تصور متكامل بهذا الشأن الأسبوع المقبل